أهلا بكم من جديد ونواصل تحليل المشهد السياسي في المنطقة دكتور سمير تونس هل ما حدث هو أزمة اقتصادية بالفعل أم أن هناك محركة أنا أعتقد أن ما حصل في تونس هو مزيج ما بين أزمة سياسية وأزمة اقتصادية الأزمة السياسية بدأت بأن نداء مصر ونحن نعرف أنه اقتلاف واسع يضم قوة متعددة تمكنت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة من إزاحة حزب النهضة عن الأغلبية وحصلت هي الأغلبية وشكلت الحكومة لكن بعد فترة وجيزة هذا الاتلاف الذي كان يضم أكثر من 86 عضوا بدأ في التفكك الجزء من قصين كده اليساري الذي يرأسه محسن مرزوق أعلن خروجه من هذا الاتلاف وعنده 32 عضوا تقريبا بينما الجزء الآخر الذي يقوده ابن السبسي حافظ السبسي حافظ قائد السبسي هو الذي يقود الآن هذا الاتلاف وحصل خلافه هذا الخلاف انتقل إلى الشارع وبالتالي هناك خلاف سياسي واضح أن هذه الكتلة التي تمكنت من إزاحة الإخوان المسلمين عن السلطة والأغلبية في البرلمان حصل فيها انشخاخ داخلي ما أثر على الوضع الشعبي لهذه الكتلة داخل الشارع التونسي لكن الأهم من ذلك تونس كانت دائما تعاني من مشكلة بطالة تفاقمت هذه المشكلة مؤخرا بعد ضرب السياحة نحن نعرف أن جزء هام جدا في الاقتصاد التونسي يعتمد على السياحة بعد العملية التي أضرت بالسياحة في سوسا السياحة تراجعت كثيرا جزء كبير من العاملين بالسياحة انضموا إلى جيش العاطلين نسبة البطالة في تونس تجاوزت العشرين في المية وهو أمر غير مقبول في بلد مثل تونس يتحول عدد كبير من شبابها إلى جيش من العاطلين نسبة أن شبابها كل متعلق شباب تونس بالفعل مستوى التعليم في تونس مرتفع جدا الشرارة بدأت من ولاية الجسرين ولاية الجسرين أحد الشباب على غرار ما حصل قبل أربع سنوات أحد الشباب انتحر لأنه لم يقبل في الوظيفة العمومية بالمناسبة في محاولة لجر هذا المخضوع هنا قبل أول إمبارح أو أول إمبارح في شاب انتحر تحت المترو فبسرعة رواد الشبكات العنكبوتية قالوا أنه ده على غرار ما حصل في تونس في محاولة برضو لربط الأمور بين تونس وبين مصر أنا أعتقد أن الوضع مختلف كثيرا تونس ما تزال موجودة رغم فرض حظر التجول الرئيس التونسي خرج بالأمس تحدث عن الضائقة قال أنه يتفهم مشكلات البطالة ومشكلات الشباب والاحتجاجات الاجتماعية هو يرفض الأساليب التي استخدمت اتهم عناصر اندسة نحن نعرف أن جماعة الإخوان المسلمين معروفة بحركة النهضة في تونس نفوذها موجود في الجنوب في المناطق الأكثر فقرا في تونس هي تؤلب هذه المجموعات الرئيس التونسي السابق المرزوقي شن حملة على جهزة الإعلام خاصة الجزيرة اتهمة المسألة تصير الضحك اتهمة الإمارات بأنها تمول الانقلابات داخل الدول العربية وتقف خلفها وطلب باندخابات مبكرة وطلب باندخابات مبكرة ده تنخل في الشأن المصري يعني هو كمان يتنبأ بـ 25 يناير في مصر وهو شخص يعني سماحه الله لكن شخص أصلا هو مصاب بأمراض نفسية عديدة لكن هنا يتغاضى عن دور قطر وتمويلها لجماعات الإرهاب ويعني يتهم الإمارات بهذا الدور أنا أعتقد أن المشكلة في تونس مشكلة عميقة لا يمكن أن تحل بإجراءات أمنية فقط بفرض حظر التجول لكن أيضا كما أشار الرئيس السيسي اليوم أنه رغم أننا لا نتدخل ولا يجب أن نتدخل في شؤون الداخلية لتونس لكن تونس بلد شقيق هناك مشتركات كبيرة بيننا وبين تونس نحن أتمنى للشعب التونسي أن يتعافى أن يمر بسلام من هذه الأزمة يا عم السلام الاجتماعي وتبحث عن تونس كل اقتصاد يا أستاذ الأميس زي ما حكينا عن الخيار الأحادي يعني لا خيار الاقتصاد الأحادي يعني لا اقتصاد لما تكون بلد أيمى مثلا على السياحة فقد تدرب السياحة فينهار الوضع الاقتصاد لما تكون أيمى على تصدير أو منتج زراعي أو صناعي واحد كمان بتنهار الاقتصاديات هذه البلاد وهذا الأمر يدعونا في مصر إلى تنوع وتعدد خيارتنا الاقتصادية وأننا نفتح أمام في اقتصاد مثلا بات يعرفه العالم كله ولا أعتقد أنه هناك مشكلة حاجة اسمها اقتصاديات المعرفة دعيني بس أقول لحضرتك أنه ولايتين في الهند البنجور وحيدر أباد صدروا في العام الماضي بأكثر من ستة واربعين مليار دولار برمجيات لا تحتاج إلى طاقة ولا قوة عاملة ولا حاجة وإحنا صدرنا في العام الماضي بثلاثة وعشرين مليار فقط يعني ضعف ولايتين صدروا بضعف ما نوصدروا اقتصاديات المعرفة الجديدة متاحة أمام المصريين وأنا أعتقد أن المصريين قرية زكية إذا توسعنا في هذا النموذج إحنا بنعمل نموذج كده وبنعلقه على الحيط يعني هذا النموذج نجح طب لماذا لا نعممه يعني إيه المشكلة أن نعمم هذا النموذج في 2011 أو في آخر 2010 قلنا مصر مش تونس نعم وإحنا النهاردة الثاني بنقول مصر مش تونس لكن يقلقك امتداد هذه الاضطرابات لا أنا بيقلقني فزع بعض الأجهزة المبالغ فيه من 25 مبالغ فيه أنا في تقديري أنه مبالغ جدا فيه أنا لا أعتقد أنه الشعب المصري أولا ليس لدى الإخوان المسلمين قدرة على تحريك الشارع رغم أنني يجب أن أنبه إلى أن الشعارات والتحريد بات مختلفا هنا ما بقاش بقى عودة مرسي هنا بقى الشكوى واستغلال الضائقة الاقتصادية لدى فئات عديدة من الشعب رافع مثلا فواتير الكهرباء والغاز والمياه إلى آخره محاولة استغلال معاناة المصريين والضائقة الاقتصادية التي نمر بها لتحريد الناس على الخروج يعني الوضع الاجتماعي يتصدر الآن الشعارات والدعوات للتحريد والتعبئة وخروج الناس أنا أعتقد أن المصريين أولا الدولة متماسكة في مصر لا أحد يشكك في هذه المسألة دولة المصرية قوية الجيش سابت والشرطة وبدأوا يأخذوا أماكنهم في الأماكن الحقيقية لحمايتها ومر علينا أكثر من 25 يناير و 6 أكتوبر وأعياد ومناسبات حاولت القوى المتربصة بمصر وفي مقدماتها جماعة الإخوان الإرهابية مدعومة بدولتين إقليميتين وبمخابرات دولية أن تفزع العالم وأن هناك يعني صورة وانتفاضة أنا لا أعتقد أنه الشعب المصري يمكن أن يؤذي نفسه بنفسه أن يشارك في مثل هذه الأحداث التي يعني إذا هناك أزمة اقتصادية فالأزمة الاقتصادية سوف تؤدي الخروج بهذا الشكل الفوضوي يؤدي إلى انهيار اقتصادي ليس إلى حل اقتصادي ولكن يؤدي إلى انهيار اقتصادي وهو ما لا تسمح به الدولة وما لا نسمح به على الإطلاق ولا المصريين سوف يسمح به لكن سؤالي حركة النهضة وجماعة الإخوان حركة النهضة تقول أنها تريد التعايش مع باقي المجتمع لكن جماعة الإخوان متصادمة يعني هناك تنوعات داخل جماعة الإخوان الجماعة في تونس الغنوشي تحديدا نتيجة أنه عاش بره فترة طويلة هو يستخدم تاكتيكات مختلفة الهدف واحد بس التاكتيكات مختلفة مثلا هو لديه ما يشبه الأغلبية لأن داخل البرلمان لكن لا يريد أن يتحمل المسئولية رجع خطوة إلى الخلف حتى يورط القوى الديمقراطية داخل تونس ثم يكون هو الخيار المطلوب من الشعب التونسي هنا العكس بقى عندنا جماعة يعني مهووسة هو الشديد تدعي عايشة في فقاعة كبيرة من الأوهام ليس لديها يعني وجود في الشارع وليس لديها قدرة على الخروج ولا التحريض ولا أي شيء ولكنها تفزع العالم في الخارج جزء من الذي تقوم به جماعة الإخوان مبرره الأساسي أن يستمر تدفق الأموال لها ورضاء الأجهزة المخابراتية التي ترعاها فهي تدعي باستمرار أنه نحن على وشك ثورة في مصر إلى آخره حتى يستمر تدفق الأموال وحتى يستمر وجودها داخل العواصم الأوروبية والعربية التي توجد فيها في الداخل أشكرك شكرا جزيلا دكتور سمير غطاس عضو مجلس النواب ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية أتمنى أن حديقك تنضم للجنة الأمن القومي أعتقد أن أفضل أن أكون طائر حر في كل اللجان إن شاء الله ويكون لي القدرة على الإسهام في برلمان وطني ديمقراطي وساهم في تطور مصر ورفعاتها وتعميق أسس تجربة ديمقراطية جديدة تنهض بمصر جميعا بإذن الله ونتوقع منك دور كبير الحياة تحت خبط البرلمان دكتور سمير من الشخصيات اللي فازت من المرحلة الأولى من القلائل جدا اللي فازوا فيه من الجولة الأولى من الانتخابات دون إعادة في دايرة صعبة جدا كالديرة مدينة ناص بشكرك بشكركم أعزائي المشاهدين غدا لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان قالت أنها ستعلن عن مفاجأة وعن وثائق جديدة تم الحصول عليها وتكشف عن خلايا الإخوان النائمة داخل الدولة المصرية خلونا نشوف ماذا سيحدث غدا نشكركم ونتابل بكرة وهذه الميس الحديد تحييكم أسبوع والخي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة